ساندي تتعرض للسرقة في فرنسا انكسر زجاج سيارتها وفقدت كل متعلقاتها الشخصية اليكم في هذه الحلقة تفاصيل واقعة السرقة التي تعرضت لها ساندي اشفت المطربة ساندي انها تعرضت لواقعة السرقة اثناء تواجدها في فرنسا نشرت عبر حسابها على انستجرام ستوري ظهر فيها زجاج سيارتها وهو مكسور واكدت انه تم كسر زجاج السيارة وسرقة كل متعلقاتها الشخصية وشونة الشوبينغ التي قامت بشرائها اعلقت ساندي على هذه الواقعة وقالت اتسرأت في فرنسا ووجهت رسالة لمتابعيها وقالت علشان تعرف بس اننا عيشين في امان عماريا مصر خلال الفترة الماضية تصدرت ساندي تريندا مؤشرات البحر وذلك بعدما كشفت عن تجربتها القاسية مع سمكة للبني ادمين وقالت انه تسبب في اصابتها بشكل كبير اضر بصحة عمودها الفقري واكدت انها حذرت منه منذ سنوات عبر السوشيال ميديا لكن لم يلتفت احد لما قالت ساندي واحدة من المطربات التي حققنا شهرة كبيرة بين الشباب بدأت مشوارها الفني عندما اصدرت البومها الاول كل ما ارب لكن بداية انطلاقها الحقيقي كانت عام 2009 عندما طرحت اغنية شفت ما كلمنيش في نهاية 2015 اعلنت ساندي اعتزالها الغناء لاسباب صحية لكنها كشفت خلال لقاء تلفزيوني انها لم تكن على دراية بهذا الامر وقالت ان ما تم نشره عبر حساب الفيس الخاص بها كان دون علمها لانها فقدت التحكم في صفحتها وقالت ان السبب في ذلك هو زوجها السابق حسام بدران وانه لاجأ لهذا الامر لانه كان يرفض الانفصال عنها وكشفت انه هددها هذه الفترة بنشر صورة خاصة من حياتها الشخصية ستسيء لصمعتها وتؤثر على مشوارها الفني تزوجت ساندي بعد خلعها لزوجها السابق من المخرج حازم كتانة واقامت وقتها حفلة زفاف بسيط في احد الفنادق جمع اصدقاءها واقاربها فقط لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة